المقترح البحثي أستاذه يعني يقنع بهذا الموضوع فإذن هدف المقترح البحثي هو إقناع الآخرين إقناع من هم معنيون بالأمر بأن هذا البحث المقدم جدير بالدراسة وجدير بأن تتوجه إليه يد البحث وأن الباحث الذي تصدى له قادر على القيام به فهو يملك الكفاءة ويملك الأدوات ولديه إمكانات علمية ولديه خطة منظمة لإنجاز هذا البحث في هذا الموضوع يجيب انقدم المقترح البحثي عن الأسئلة الآتية ما الذي يريد إنجازه في هذا البحث لماذا يريد أن يبحث في هذا الموضوع لماذا يقوم بهذا العمل لماذا هو مقدم على هذا البحث والمقترح البحثي يعطي معلومات عن الموضوع الذي سيتصدى له البحث وعن القضايا الرئيسة في هذا البحث والمنهج الذي يتبعه إذن عندما يعد الباحث مقترحا بحثيا ليقنع به من هم معنيون بالأمر فإنه يقدم فيه موضوع بحثه وكيف سيشتغل عليه ولماذا اختار هذا الموضوع وكذلك فإنه يعطي فكرة عن الموضوع وعن القضايا الجوهرية في هذا الموضوع والمنهج الذي سوف يسلكه هذا ما يقدم في المقترحات البحثية مما يتكون المقترح البحثي أولا العنوان وكما أسلفنا فإنه يجب أن يكون دقيقا ومعبرا عن المحتوى بشكل مباشر يعني لا يكون هذا العنوان فيه مجازات أو يكون فيه عيوب علمية يعرفها الباحثون يجب أن يكون الباحث عارفا بما هي العيوب التي يمكن أن تستجلى في عنوانه ممكن يكون عنوان غير مباشر أو يكون عنوان ملبس فيجب أن ينتبه إلى هذا يكون عنوانه دقيقا ومعبرا تعبيرا مباشرا عن المحتوى ويقدم نبذة مختصرة عن الموضوع في حدود ثلاثمائة كلمة تتضمن سؤال البحث السؤال الجوهري للبحث والأساس المنطقي وهذا الأساس مهم لأن كما نعرف القاعدة إذا كانت المنطلقات صحيحة تكون النتائج صحيحة تتبع الخطوات الإجرائية الآتية وهي ما يسهل عمل المشروع البحثي ذكر مشكلة البحث والتي هي غالبا يشار إليها باسم الغرض من الدراسة أو أهمية الدراسة ثم توفير السياق وتهيئة المسرح لسؤال البحث الخاص بالباحث في هذه الطريقة لإظهار ضرورته وأهميته يعني يبدأ يمهد للسؤال الجوهري ثم تقديم الأساس المنطقي للموضوع المقترح وبيان أهميته ولماذا يستحق القيام به في هذه الخطوة يقدم الباحث مبرراته المنطقية لموضوعه الذي اقترح وما الذي جعله موضوعا مهما وموضوعا يستحق أن يشتغل عليه ثم شرح القضايا الرئيسة والمشاكل الفرعية التي يجب معالجتها من خلال البحث يشرح كل ذلك بإيجاز ثم تحديد الظاهرة المراد دراستها ما الذي سيقوم بدراسته ما هو موضوعه يوضح تحديدا ما هو الموضوع الذي سوف يشتغل عليه ويضع الفرضية بعد ذلك وهذه الفرضية يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد تعيون حدود البحوث المقترحة من أجل توفير تركيز واضح يعني هناك بحوث ودراسات سابقة كما أوضحنا يمكن أن يستفاد منها ويوضح ذلك يوضح كيف يستفيد منها وما هي نقاط التقاطع وما هي نقاط الاختلاف بينها وبين موضوعه وأخيرا لا بد من ذكر المنهج وتوضيح المنهج الذي سوف يتبع ولماذا اختار الباحث هذا المنهج لأن اختيار المنهج ليس شيئا عشوائيا وإنما يختار المنهج المناسب لدراسة موضوع ما لأنه الأنسب ترجمة نانسي قنقر